تابعنا مع حضراتكم جزءا من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والذي نوه فيه عن جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر حيث شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع سبع مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الادارية الجديدة واشار مدبولي عقب توقيع مذكرات تفاهم مع مسؤولي وممثلي التحالفات والشركات العالمية والمحلية اشار الى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمحلية خاصة في مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والسعي نحو وضع مصر كمركز لانتاج الهيدروجين الاخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل مدفوعا بدعم القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اشتركوا في القناة